السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم محمد ايهاب من قناة عشوائيات النهاردة هنتكلم عن كوكب المريخ كوكب المريخ هو ثاني اصغر كوكب في الكواكب الصخرية الاربعة واحد كوكب المريخ قطره نصف قطر الارض تقريبا وقطره 6779 كم اتنين مسافة المريخ ما بينه وما بين الشمس هو 227.900.000 كم ثلاثة الاقمار فوجس ودايموس فوجس هو الاكبر وامرنا اكبر من فوجس بمئتين مرة اربعة درجة الحرارة درجة حرارة المريخ العليا 27 درجة مئوية بينما درجة الحرارة الصغرى 133 درجة تحت الصفر مئوية خمسة ده خمسة الغلاف الجوي يتكون من خمسة وتسعين في المية و 서 Lets 32 مئوية تatiqueو مئوية تاني اكسيد كربون 8 مئوية المية اول اكسيد كربون و ثنين سبع مئة في المية نيتلوجين و13 من 100% أكسجين و1 و6 من 100% أرجون و2 من 100% ماء 6 الاستكشاف ورسلت المسابر إلى المريخ ابتداء من أواخر القرن العشرين وصنة 2023 ستم إرسال مركبة من شركة إسبيس إكس وستصنع مستعمرة صغيرة على المريخ من هذه الشركة 7 المياه توجد المياه على سطح كوكب المريخ في سورة جليل وقليل من البخار على الكواكب وعلنت وكالة ناسا الفضائية رسمياً عن وجود مياه مريحة على المريخ يوم 29-09-2015 والعلماء كانوا عارفين أن زمان موجود المياه على المريخ لكن إنها موجودة دلوقتي هيغير حاجات كتير وهيفتح الباب قدام السؤال هل فعلاً في حياة على المريخ ولا لأ؟ بالإضافة كمان إنه هو هيقلل من إحتاجاتنا للمياه لما إحنا نسافر للمريخ 8- أولومبيوس أولومبيوس هو أعلى جبل وبركان في المريخ وفي المجموعة الشمسية كلها وهو أعلى من جبل إفرست بثلاث مرات وهو ارتفاعه 21 كيلو متر 9- المدار كوكب المريخ دور حول الشمس كل 687 يوم من أيام الأرض وحول نفسه كل 779 يوم من أيام الأرض 10- مقارنة المريخ بالشمس كوكب المريخ مقارنة بالشمس فحجمه مقارنة بها هو 1 على 12 مليون يعني إحنا هنحتاج 12 مليون كوكب مريخ عشان يعبوا الشمس كده نكون وصلنا لنهاية الحلقة وسؤال الحلقة ما هو أقرب كوكب للأرض لا تنشوش تكتبوا الإجابة تحت في التعليقات وما تنشوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة وما تنشوش تدوسوا على زر الإشعارات عشان ينسلككم كل حاجة جديدة لنا أشوفكم الحلقة الجاية ترجمة نانسي قنقر